من أهم أسدت الذكاء الإصطناعي والروباتيكس والمعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم مصريين عندنا أسماء مزهلة نعم نعم دي حقيقة في الحقيقة يعني احنا لما وصلت كنا مجموعة صغيرة في جامعة وبعد فترة لأن عدد كبير من المصريين بدأت يخشوا نفس البرنامج بتاع الذكاء الصناعي وتعليم الآلة فتقريبا دي كانت توجهات ممكن من البلد ممكن برضو على أنها كانت ترند في الفترة ديت وبعدين الزكاء الصناعي هو كان خايف بالأول يعني موجة كده لكن دلوقتي بقت حقيقة فعشان كده لما بالخبرات بتاعتنا وبقينا كتير قوي من المصريين مهتمين فيها اللي في الأبحاث واللي في مجال الشركات وفيه اللي أسس شركات للذكاء الصناعي وبقى ناجح فيها كويس جدا دلوقتي جورج ميسون من الجامعات المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية واللي معروفة جدا في أقسام التكنولوجيا بتاعت رحلتك مع جورج ميسون بدأت إمتى؟ هذه طويل يعني في أواخر في ميد ناينتيز كده يعني أنا وصلت أمريكا وبعدين كان فيه بيسموه هي جمعة العرب الحقيقة عشان فيها جالية عربة كبيرة قوي وبعدين هي من قريبة من الواشنطن دي سي في يعني الميكس بتاع العرب والسياسة والصفرات فكل الميكس ده كان موجود الرحلة ابتدت هما هي كانت جمعة في بداية مشوارها لكن كانت جمعة طموحة جدا يعني أنا زي ما قلت حضرتك أني رئيس الجمعة نفسه كان عايزي يخليها زي أعظم جمعة في أمريكا ستانفورد وكان ده وكانت ولزالت الجمعة لها رانك كويسة قوي لكن الجميل اللي احنا شفناه في الفترة دي أني كان مثلا مؤسسين كل المجالات في الزكاء الصناعي في الإحصاء في الرياضيات كانوا بيستقطبوهم في الفترة دي يعني كان من حصن حظ أن أنا أتعلم على إيد الأسازة دول بجد أنا يعني لحد دلوقتي مش قادر أتصور لأنني أنا يعني كتبت وذكرت مع أستاذ مؤسس الزكاء الصناعي أستاذ من كان الأول أو الثاني أو الثالث في مجال الإحصاء في الكمبيوتر فيجن في الكمبيوتر جرافيكس كل الناس دي كانت بيتيجي من أكبر الجماعات ويجبوها لجورج ميسون في لما سبت جورج ميسون تقريبا كان فيها خمس جوائز تقريبا نوبل برايز في مجالات مختلفة يعني الزكاء الصناعي حصل برضو يعني جورج ميسون موقعها مع الجوبرنمنت فبيسهل لي كونتراكتس معها يعني العقود وأبحاث مشتركة أنا أنا شاركت في أبحاث كتير أو مع الأستاذ بتاعي كانت من الإيرفورس أو وكان في السلاح الجو والأرمي والناشنال سيكوريتي وحاجات زي كده كان عندنا عقود معاهم كتير للأبحاث في استخدام الزكاء الصناعي والتكنولوجيا المعلومات في الفترة دي